السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اخواني متابعي قناة ضرورة تقني المعلومات مرحبا بكم ساعدون جدا بلقائكم التواصل معكم مرة اخرى في هذه الحلقة الجديدة والتي تأتي دائما بتعاون مع موقع دروس تعليمية على شبكة الانترنت الموقع الاداري والتربة المعروف الذي ادعوكم دائما لزيارته والاستفادة من محتوياته في هذه الحلقة اذا كنتم تذكرون كنا قد ناقشنا في الحلقتين السابقتين موضوع استثمار نتائج تلاميذ وتحويلها او اعطائها مثلا تقييمات وتقديرات من منهم ناجح من من منهم فشال في النجاح او راصب من منهم يستحقوا امتيازا جيد جدا او جيد او مستحسن او لا بأس به او غير ذلك هذا نقشنا في هاتين الحلقتين واعتمنى في ذلك على معادلة المعادلة الشرطيسي لكن تواصل معي بعض الاخوة واكدوا ان العملية لم تنجح عند اول محاولة والسبب هو ما دعاني الى ان اتقاسم معكم هذه الحلقة واشرح طريقة معالجة هذا المشكلة وهو مشكلة بسيط جدا اذا انتجه الى هذه الورقة مثلا التي احتوت هذه النتائج اذا لعلنا ربما اشتغلنا حتى في الحلقتين على نفس هذه النتائج الان لدينا التلميذ طبعا قمت بالتعتيم على اسماء حفاظا الحقوق الشخصية لدينا هنا معدل المحصل عليه من طرف تلامدة هذا القسم منهم من حصل على معدلات تتجاوز العشرة ومعدل النجاح ومنهم من حصل على اقل من عشرة حتى نقوم بفرز من حصل على عشرة او اكتر فنقول لو انت نجحت ومن حصل على اقل فنقول لو انت رصبت في نتيجة هذه الدورة او الاسدوس الاول قلنا اننا نختار الخلية مثلا ونقوم بادخال معادلة الشرطية فنتجه الى مخزن الدوال هنا فنضغط فنختار من هذه الدوال دلة سي ثم نضغط اوكي اذا دلة سي هنا يجب ان نختار الشرط الذي نريد به ان تتحقق المعدلة وهو هذه الخلية اذا نحن نريد ان نقيم معدل المحصل عليه اذا سنختار هذه الخلية التي يتوجد بها المعدل ونقول يجب ان تكون اكبر من او تساوي عشرة حتى يكون التلميذ ناجح في هذا الاسدوس اذا نكتب اكبر من او تساوي عشرة اذا هذا هو الشرط اذا تحقق هذا الشرط نقول لهذا التلميذ انت ناجح اذا لم يتحقق هذا الشرط اذا نقول له انت راسي طبعا هذا ما تقاسمنا في الحلقة حلقتين السابقتين ضغط اوكي اذا لاحظوا هنا اعطتنا ناجح لماذا؟ لان هذا التلميذ المعدل محصل عليه هو اكبر من او يساوي عشرة يفترض انني عندما ساسحب هنا هذه المعدلة على باقي النتائج التلميذ الاول ساجد امامه ناجح التلميذ الثاني كذلك ساجد هنا ناجح التلميذ الثالث يفترض ان اجده هنا راسب لان هذا التلميذ لم يحصل على عشرة وانما حصل على اقل من عشرة لكن لاحظوا عندما ساقوم بسحب هذه المعدلة على باقي النتائج اعطتنا ناجح لجميع التلميذ رغم ان هذا التلميذ هو في الحقيقة لم يحصل على المعدل ولم يتحقق فيه الشرط الذي وضعناه في المعدلة الا انه التقدير ناجح هذا هو المشكلة الذي وقع فيه بعض الاخواء فلم تنجح معهم العملية الخلل اين؟ الخلل هو ان الوتائق المسحوبة او المنزلة من موقع مصر تكون الفاصلة على هذا الشكل تلاحظون هذه الشرطة الفاصلة بينما في المعادلة الفاصلة هي نقطة فلابد من تغيير هذه الفاصلة بنقطة حتى تنجح المعادلة اذا مثلا ضغطنا هنا ضغطاتين وقمنا بتغيير هذه الفاصلة قمنا بمسحها وتعويضها بنقطة لاحظوا عندما سادغط تحولت ناجح الى راسب الان اشتغلت المعادلة لان هنا فهم الاكسل ان هذه اقل من 10 بينما هو لم يستطع ان يدرك او ان يفهم ان حتى مثلا هذا التلميذ لديه معدل محصل عليه هو 0.26 فاذا سحبت ربما سيعطني كذلك اعطاه تقدير ناجح بينما هو فاشل جدا بل اقل حتى من ضعيف لكن ما ان اغير هذه الفاصلة الى نقطة واضغط اوكي لاحظوا يتحول الى راسب اذا المعادلة تشتغل اذا كانت الفاصلة نقطة وليست الفاصلة المتعارف عليها هكذا هي هذا هو الشكل الذي عليه الوثائق التي يتيم استخراجها من ما صار اذا ما الحل هل سنذهب الى كل نتيجة على حدة ونقوم بتغيير الفاصلة الى نقطة هذا سيأخذ منا جهدا ووقتا ولا شك اذا غاية هذا الفيديو او هذه الحلقة هو ان اتقاسم معكم بطريقة بسيطة جدا لتحويل كل هذه الفواصل الموجودة هنا الى نقطة حتى تنجح المعادلة لان سأعود الوراء حتى ازيل هذه التغييرات التي قمت بها بعد قليل الان جميع المعادلة الى ما كانت عليه الان ساقوم بالضغط هنا واختيار جميع الاماكن التي يوجد بها هذه الاعداد العشرية هكذا ثم اتجه الى هذا المكان روشيخشي بدل روشيخشي نختار غون بلاسي ففي الخانة الاولى نضع فاصلة عفوا هي باللغة الفرنسية اذا نضع فاصلة وفي الخانة التانية نضع نقطة حيث ما وجد الفاصلة سيعودها بنقطة ثم نضغط غون بلاسي تو لاحظوا كل هذه الاعداد العشرية اصبحت الان بنقطة وليست بالفاصلة اذا الفارق بين العدس الصحيح والعدل العشري هو نقطة وليس فاصلة الان كلما اشتغلنا على اي معادلة معادلات الاكسل الا وستنجح مئة بالمئة اذا كان ذلك للاخوة وكل ما حدثنا تقصر معكم تكملة وحلا للمشكل الذي وجهه بعض الاخوة ارجو ان يكون ذلك مفيدا للاخوة سواء من تابع منهم معنا الحلقة السابقاتين او من لم يتابع شكرا لبقائك معنا الى هذه اللحظة اذا كانت هذه اول زيارة لك لفيديو من قناتنا فمرحبا بك معنا عضوان في هذه القناة ندعوك الانخراط في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك جديد حلقتنا كل يوم اذا عجبتك الحلقة لا تبخل بالضغط على لايك او جيم اسفل الفيديو وتقاسم الحلقة مع الاصدقاء والزملاء حتى يستفيد الجميع وتعم الفائدة شكرا لبقائك معنا الى هذه اللحظة ونضرب لك معادة في الحلقة اللاحقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة